وحول آخر التطورات ينضم إلينا الصحفي ديليار جزيري عبر أقمار صناعي من الشمال السورية أهلا بك ديليار هناك معلومات تفيد عن قصف مكثف من قبل العدو التركي والإرهابيين تابعا له على ريفية التمر ورأس العين ما هي آخر المسجدات على ساحة العسكرية ديليار نعم الدولة التركية ومرتزقتها من جبهة النصرة وبقايا داعش ما يسمون نفسهم بالجيش الوطني اليوم وفي ساعات الصباح قاموا بهجوم شنوا هجوما بالأسلحة الثقيلة بالدبابات والمدرعات على قرية القاسمية وقرية الدربو وهذه القرى الآن في هذه الأثناء التي نتحدث فيها تتعرض لقصف شديد من قبل المرتزقة زميلي فراس حبذا أن تأخذ الكاميرا الآن سحب الدخان تخرج من قرية القاسمية هذه القرية قرية القاسمية هذه الدخان الذي يصعد من القرية من داخل القرية هي إثر استهداف المرتزقة بالأسلحة الثقيلة القرية طبعا الخط الذي يتعرض لهجمة المرتزقة من قرية المناخ في رأس قرية المناخ هذه على التلة العالية وهي قريبة من طريق زرقان تلتمر على الخط الواصل إلى قرية القاسمية الريحانية والقاسمية ومنها وصولا إلى قرية الرشيدية والعزيزية هذا الخط على طول حوالي أكثر من 6 كيلومترات يتعرض لهجوم من قبل المرتزقة هنا في هذا المحور يتواجد عناصر النظام عناصر من جيش السوري هم الآن تجري اشتباكات قوية بين المرتزقة الاحتلال التركي والجيش السوري طبعا الاشتباكات كانت تتمركز في مزرعة الدربو خلف قرية القاسمية المرتزقة الذين يتعرضون لإصابات قوية وقبل حوالي أقل من ساعة من الآن انفجرت سيارة عسكرية مصفحة ودبابة للمرتزقة في هذا المحور طبعا الاشتباكات ما تزال مستمرة والقصف على هذه القرى التي ذكرناها مستمر طبعا هذه القرى التي تحدثنا عنها مأهولة بالسكان هناك المئات من المواطنين الذين يسكنون هذه القرى وهذا طريق تلتمر رأس العين الآن المواطنون يمرون من هذا الطريق يعني الآن هناك المئات من أبناء المنطقة من كرد وعرب وسوريان واشورين طبعا هذه المنطقة التي تتعرض لهجمة المرتزقة يسكن فيها جميع المكونات ونستطيع بكلمة أو بعبارة نقول أن هذه المنطقة تمثل سوريا الصغرى لأنها يعني غنية بمكوناتها طبعا من خلف الكاميرا قريبا من هذا الخط على بعد حوالي واحد كيلومتر قرى تلكيفتي وأم الكيف وقرية تلجمعة وتلطويل وهذه القرى قرى أشورية على خط الخابور والمرتزقة الآن يحاولون الاقتراب من هذا الخط لأن هذا الخط خط الخابور هو قريب من الطريق الدولي المعروف بطريق أربعة وهدفهم الأساسي هو السيطرة على هذا الطريق والالتفاف على مدينة تلتمر نعم دليارة تحدثت عن القصف والاجتباكات في القرى المحيطة والتي نراها الآن مباشرة خلفك لكن هل هناك بحيث تتواجد أنت هل هناك أي تواجد لطيران مسير أو طيران استطلاع الطيران التركي قلنا في بداية المداخلة أيضا هناك الطيران التركي لم ينقطع ولا للحظة على سماء المنطقة طبعا الطيرات المسيرة التركية هي طائرات استطلاع وفي نفس الوقت تقوم بقصف المواقع هذه الطائرات لكي يكون المشاهد أكثر معرفة بهذه الطائرات الآن في هذه اللحظات هناك قصف على قرية المناخ فراس حبثة لو تأخذ هذه قذيفة بالأسلحة الثقيلة للمرتزقة تسقط على قرية المناخ وهي قريبة من قرية القاسمية والرحانية هذه القاسمية بعدها الرحانية ومكان القصف هذه قرية المناخ وهي قرية صغيرة هذه المنطقة التي نتحدث عنها قرى قريبة من بعضها جدا يعني بين القرى وقرية المناخ مزارع كثيرة يعني القصف مستمر حتى هذه اللحظة طبعا الطائرات المسيرة التركية هي التي تعطي الإحداثيات للمرتزقة ولأليات العسكرية التركية وهي بنفس الوقت تقوم بقصف المواقع وحسب المعلومات قبل لحظات من الآن الطائرات المسيرة قصفت قرية القاسمية وكانت هناك نقاط للنظام تم قصفها من قبل الطائرات المسيرة نعم دليار بحسب المعلومات لديك هذه القرى التي تعرض للقصف الآن هل يوجد فيها مدنيين؟ نعم نعم هناك مدنيين وعدد كبير من المدنيين الآن السيارة دخلت سيارة المدنيين دخلت إلى القرية يعني هذه القرى مليئة بالمواطنين المدنيين يعني القرية التي نتواجد فيها نحن الآن في قرية أم الكيف هذه القرية تقع على الطريق وهي تبعد حوالي 2 كم فقط عن قرية القاسمية التي تتعرض للقصف قرية أم الكيف كمثال يعني فيها أكثر من 1500 نسمة الآن خرج قسم من أبناء القرية منذ بداية الاشتباقات لكن الآن أكثر من 400 إلى 500 مواطن يتواجدون في قرية أم الكيف بالإضافة إلى القرى التي تحدثنا عنها قرية القاسمية قرية المناخ الدردارة والطريق الواصل بين تلتمر وزرقان والطريق الواصل بين تلتمر وسريكانية هناك المئات من القرى يتواجد فيها المواطنين ونحن رأينا الكثير منهم حقيقة أوضاع المواطنين صعبة جدا جدا يعني المنطقة تفتقر لجميع مقاومات الحياة لا يوجد يعني مقاومات الحياة هناك مرضى لا يستطيعون تأمين الأدوية وفي الخطوط الأمامية حسب المعلومات هناك العشرات من المواطنين العالقين لا يستطيعون الخروج من المنطقة بسبب القصف وبسبب قناصة الاحتلال المتواجدين على بعض احتلال المحيطة بهذه القرى ولا نريد الإطالة أكثر من ذلك خوفا على سلامتك بما أنك متواجد قريب من المناطق الاجتباك وأيضا هناك طيران تركي مسير أشكرك على كل هذه المعلومات دليل دليار الجزيري الصحفي كنت معنا مباشرة من الشمال السوري ترجمة نانسي قنقر